سمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان شريف الشربيني صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اطلع خلال هذا الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان من بينها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات وفي هذا الإطار تم استعرض ما تم الانتهاء من تنفيذه والإطار الزمني للمراحل المقبلة حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وطيرة أعمال البناء بالمبادرة مشددا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ومنوها في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية كما تطرق الاجتماع أيضا إلى خطة التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية خاصة مناطق الساحل الشمالي الغربي مع تأكيد على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادية فضلا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وأشدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية الحوكم السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها وفقا لأفضل المعايير المتبعة في هذا الشأن موجها بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره وإنشاء آليات ومحفزات يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري ويتكامل مع المحاور الأخرى خاصة الصناعية وذلك بهدف تحقيق شمول واستدامة للتنمية شكرا